اشتركوا في القناة السادس نصره الله لجنة القدس الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها متطرفون للمسجد الأقصى المباركة واعتبر المصدر ذات أن هذه التصرفات التصعيدية من شأنها تأجيج المشاعر وتقويد جهود التهديئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد نفس المصدر أن المملكة المغربية تشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات الوحادية وأشكال التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائمة في مدينة القدس والمسجد الأقصى كما تؤكد على أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء